اشتركوا في القناة في المادة الصريحة والواضحة في صفحة 138 يا كابتن عصام هتشوفها تاني قدامك لاحسن انت فاهم ان انت بتتكلم وان الناس مش هتعرف تقرأ ولا هترجع النص هفكركم به تاني نص المادة 138 في قانون كرة القدم عن اختصاصات بروتوكول حكم الفيديو انه قانون كرة القدم لا يسمح لا يسمح بتغيير الاستئناف قرار الاستئناف انك انت تلعب مدام الحكم اشار باستئناف اللعب من راكلة ركنية من اي وضع سابت راكلة ركنية رمي التماس ضربة حرة زي بتاعة رامي خلاص ده حتى الكابتن جمال غندون مرة بيكلموه على ان استئناف الكرة من مكانها قال لما خلاص المرونة دلوقتي انك لما تلعب متر كده ولا متر كده ما عايش بتكلم اي يعني محناش بنحط مقطة ونحددها فالكلام طالما ان الحكم شاف ان اللعب يستئناف ما حدش يدر رجعه ما حصلش اي خطأ ملعب الاهلي كمان يعني حتى ما يخلش ارض في ملعب الخزم طيب خلينا نسمع بقى رغم وضوح القانون علشان الدين وانا بصراحة اللي انا مستغرب له هو كابتن عصامبي دفع الغلط ليه اهو ده اللي بديقني بقى انا مستحيل يكون ضمير حكم لعب في كأس العالم وكفاءة حكم منديالي تسمح باللي هو قاله لا يمكن يكون ممكن اقدر وتفهم انه رئيس لجنة الحكام يكلم الحكام مع بعض لكن عايز افكره انه السنة اللي فاتت وهو برى اللجنة لما كان بيحاضر حكام في تونس قالهم الفار ده بوز الدور في مصر ولما مندوب جريدت العين الاماراتية نشر الكلام ده رجع قال لما قلتش وطلع التونسيين اكدوا ان الكلام ده تقال ما علينا بس ده كان تصرف الكابتن عصامبي فتاحه وهو برى اللجنة وهو جوه اللجنة مستعد يدافع عن كل البلاء وستودة بتاعته الحكام طب هيتصلحه ازاي مين اللي هيصلح اخطاء الحكام وانت بتداري وبتقول انه ده صح لمجرد انه تحسب للنادي الاهلي او ضد النادي الاهلي هناس مع الكابتن عصامبي فتاح في مداخلة مع كابتن متحة شلبي كان معاه الزميلين الكبيرين ردوان الزياتي وشريف عبدالقادر انه قدر ياضين الكبار اللي استغربوا جدا للكلام اللي سمعوه نشوف وصير جدل كبير حول الكورة اللي حضرتك عارفها اكيد وحكمنا اللي بيعلقوا على التحكيم قالوا ان الهدف صحيح مية في المية بعد اذنك كابتن متحة السؤال اللي هو بيطرح نفسه هل الحالة دية من الحالات التي يرجع لها الى الفار فاضل يا كابتن ناخل الفار فاضل يا كابتن حسن الدحكة دي تلخص الامر وشر البلية ما يضحك قالوا يا كابتن حسن الدحكة دي تلخص الامر وشر البلية ما يضحك الاسرار ويخترع لنا حاجة روح الفار تما تقول لنا في مادة كام روح الفار دي بإذن الله احنا قرنا لك مادة ده انت مش قال الحالات اللي بيستدعى فيها الفار عشان يبقى فيه روح للفار ده قال لك في الحالة دي بالذات طالما استقر في اللعب ليس من حقه ليس من حق أحد مراجعة الحاكم يعني نص واضح بيمنع التدخل فيه اي قرار يلي استقناف اللعب ده مفيش روح هنا خالص ده نص بيمنعه بالقانون ايوه ده مش احنا مش بنقولك هو الاربع حالات اللي الفار بيقول عليهم فممكن تقوله هو بيروح القانون ممكن تخش واحدة خمسة لا ده بقولك اوعى تدخل في الحالة دي استقل في اللعب ليس لك الحق في التدخل كفاية يا كابتن عصام لك رصيد لا تستهلكه لا تستهلكه كمان عايز افكر كابتن عصام عفتاح هو فكر حكامنا هو السنة اللي فاتت هنفتح روح البرتوكول بقى السنة اللي فاتت اللي بيلعب مع غازل المحلة اتحسب فاول ضد الاهلي بره التمنتاشر اللي اتشاطت ودخلت ما هواش فاول على الاطلاق ما هواش اي ريحة الفاول وتشاطت من الضربة الحرة جون فاسبها المحلة واحدة من المباراة اللي قزمت موقف الالف الجدول وليك ضربة جزاء في المطش ده وليك طرد مستحيل وليك طرد ما اتطردش ولا فار تكلم ولا حد تكلم طيب على فكرة حكم الفار في وقت عدم طرد لعب المحلة اتوقف 72 يوم بالزبط وكان الغريب جدا انه مختارينه من منطقة الغربية اللي منها المحلة بس لانه ما نبهش حاكم المباراة للي حصل ده اتوقف انا اعتبال انه كان قرار لكن على فكرة الفاول اللي المحلة سجل منه جون الفوزي لو روح الفار وروح البروتوكول بتاعة الكابتن عصام المفروض تشتغل كان لازم يقول له لا ده مش فاول ده نتج عنه هدف انت مش بتكلم على ضربة حرة الكرة متحركة لا ده فاول غير طبيعي لما الناس اتكلمت ساعتها ليه الفار ما رجعش الحاكم قالك لا مش اختصاصه هو يختص فقط في الاربع حالات لكن مش من اختصاصه دي فاول ولا مش فاول انتم متخيلين انه ساعة لما كانش فيه لا روح ولا يحزنون دي وقع كابتن ارجع لها وارجع لرأي خبراء التحكيم فيها وقتها ليه يا جماعة انتم بتقولوا ده مش فاول ليه الفار ما نبهوش قالك لا ما لوش دي مش من الاربع حالات لكن مع الكابتن عصام الاربع حالات ممدودين ويطلع منهم الروح بقا لا في هنا نص بيمنع قانون الاجتهاد ممكن هتقولنا تاني والنبي يا جماعة عشان نقرأ كلمة كلمة اصلا انا ما شفتش نص بالوضوح ده ده نص يا جماعة في صفحة مية تمانية وتلاتين قانون كرة القدم لا يسمح لا يسمح بتغيير الاستقناف بتغيير الاستقناف استقنفت اللعب محدش يغيره سواء من راكلة ركنية او رامي التمس او غيره طالما شوف بقا الحسم تم استقناف اللعب لهذا لا يمكن مراجعتهم لا يمكن مراجعتهم الحكام جبت روح القانون فيه لا يمكن مراجعتهم ازاي فين الروح هنا ده نص واضح بتكلم على الحالة دي استقناف اللعب ما بتكلمش على حاجة تانية هو ايه احنا خلاص للدرجة دي يعني الناس مش هتقرأ ومش هتفهم مش هتستوعب يعني وبعدين كل زميلة كل خبراء التحكيم منهم ناس يفقوك كتير منهم ناس رهال منك اللي بيتهكم احنا عايزين يعمل لهم توعية انا هعمل لك توعية واقول لك موقع بطولات راح بقى لمارك كلاتنبرج الحكم الانجليزي السابق بعتوا له الحالة وقالوا له رأيك ايه فذكر موقع بطولات قال لك كشف الحكم الانجليزي السابق الشهير مارك كلاتنبرج مدى صحة هدف الاهلي في مباراة البنك الاهلي تواصل موقع بطولات دوت كوم مع الحكم الانجليزي الشهير اللي ادار العديد من المباراة المهمة خلال مسيرته ابرزها نهاء دورة ابطال اوروبا 2016 ونهاء اليورو 2016 للتعليق على هدف محمود وحيد بعد ارسال الفيديو اليه قال كلاتنبرج وفقا لبروتوكول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الجهة اللي بتحدد قوانين لعبة كرة القدم الايفاب لا يسمح لا يسمح عشان بقى نتعلم معاك عايز تتعلم معنا نتعلم ماهو ده حكم انجليزي شهير قدر نهاء اليورو فمش هيقبل ان احنا نلف على القنوات نضحك على الناس لا يسمح لحكم تقنية الفار بالتدخل في مثل هذه الحالات من استقناف المباراة سواء تحريك الكرة او رمية التماثل خاطئة وقال كمان لذلك في هذه الحائلة كان يجب على حكم المباراة ان يحتسب الهدف والخطأ كان على الحكم الذي كان الحكام الذي كان يجب عليهم ان يروا الكرة وهي تتحرك قبل ان يركلها اللاعد يعني قبل ما ينفذ رامي فوقتها بيقول كمان ومع ذلك يمكنني ان افهم كذا واتم في تصريحاته مارك كلاتنبرج لذلك فالهدف صحيح وكان يجب احتسابه لان تقنية الفار لا يسمح لها بالتدخل في مثل هذه الحالات مثل تحريك الكرة عند بداية الاستقناف اذا استقنافت يعني 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 لو لو القرار ده ده نقلت واحدة اتنين جود ثلاث نقلات ثلاث لمسات من ثلاث لعيبة ما 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 ازاي وسفر جود ازاي بتتدخل باي حق بتتدخل انا ما اخدش الامور دي بحسن نية صاز ابراهيم ولا ااخد تدخلات الكابتن عصام بحسن نية لانه المفروض بقى انت رئيس لجنة حكام وحافظ قانونك يا كابتن عصام وعارف ان المادة دي بتقولك غير مسموح ولا يمكن المراجعة فيه ده كلام ما فيش اوضح ده انا ما شفتش نص بالوضوح ده كله في قانون كرة القادر ما سابش شيء للتقدير هنا لا يسمح ولا يسمح ولا يمكن المراجعة وتشوف تلاتن بيرج بيقوله ايه وتشوفها عمل دلوقتي في الصورة هنوري هالكو هنوري هالكو تاني يا جماعة قولي بقى جهات جريشة تقولي بتاع جهات جريشة ده ها ليك ضربة جزاء ما حسبهاش جبنا منها جون ده لعب استون فيلا يا جماعة من شوية في مباراة استون فيلا وبيرلي بص هو بيلعب رمية التماس هنا فاول قوت رجل برة ورجل جو هنا ده قوت لازم ان يعاد طيب رجل برة ورجل جوة الفار حب يقول له انه نتج عليها هدف بعد كده حب الفار يرجعه قال له لا مش بتاعتك وحسب الهدف وتعادل استون فيلا مع بيرلي في الدورة الانجليزية يا كابتن عصاب ايه رأيك النهاردة الصبح كمان الحياة في الازاعة الكابتن احمد شبير واحمد شبير مبارح الحياة برغم انه في الاول قال قرار الحاكم صحيح وهو واحد من المهتمين بقانون الكرة والحكام الا انه لما الكابتن الشناوي قال رأيه قال له خلاص انا بعتذر ان انا قلت رأيه غلط وكابتن احمد الشناوي تلاحظوا حاجة الرجل عليه ضغوط غير طبيعية اكتر واحد بيبرر اكتر حد عليه ضغوط عشان ما يقولش تحسوا انه ماشى على الاشواك لحظوا كلامه والرجل مش قادر يقول يعاني الجونجون صحيح الجونجون صحيح للاهلي هي الكلمة عب بس قرار الحاكم غلط